مرحبا بكم جميعا مرة تانية بسلسلة اهم القواعد لمستوى البي اينز باللغة الالمانية. يعني عنا نحن جراماتيك بي اينز باللغة الالمانية. بهذا الدرس هناخد عن شي كتير مهم من استعمله باكتر الصياغ والتراكيب اللغة الالمانية يلي هو دا انفينيتيف. اول شي شو معنى انفينيتيف? معنى مصدر الفعل او صيغة المصدر. مصدر الفعل او صيغة المصدر. يعني الفعل اذا كان مصرف مصدره الاساسي شو هو او شو هو شكل الفعل الاساسي. بس هيدا الدي انفينيتيف هناخده مت تسوء. يعني مع تسوء. يعني الانفينيتيف مع تسوء. يعني الانفينيتيف زاتس. الانفينيتيف زاتسة الجمل فيها انفينيتيف هي بيكون فيها تسوء. اداة الصوء حرف الجر في نقول او الحرف تسوء اوك. بيجي قبل الفعل تسوء. كيف يعني خلينا نشوف. بهاهذا الدرس اول شي، ستتقسم ثلاث أشكال من الجمل يلي بتكون infinitive بس ما عدسو مثلا أول شكل يلي هو بشتمت فعبا بشتمت فعبا يعني أفعال محددة مثلا مثل انفيلن شو يعني انفيلن انفيلن يعني ينصح انفيلن ينصح اوكي غاتن كمان ينصح او يوصي مثلا انفيلن غاتن كمان ينصح انفنقن يبدأ انفنقن يبدأ اوفهورن يوقف يتستب شي يعني يوقف شي فقسن ينسى هاو المفروض انحنا منعرفن ان الـ A1 A2 هاو الأفعال فرح نعطي باي شبيل على البشتمت فعبا وكيف الانفينيتيف ذاتس او تسوبة تكون بالجمل مثلا ايش امفيلن طبعا امفيلن مفروض يكون الفعل يعني بس استعمل امفيلن يكون وراه داتيف داتيف يعني جر ايش امفيلن ايش امفيلن دي ايش امفيلن ايش ايش امفيلن ايش تسولسن يعني اوصيك ان تدع الارانب تركض بحرية يعني انه تمشي لوفن في غير لوفن تسولسن يعني تتركها انه تمشي بحرية الكنينشن يعني الارانب يعني هون بالجملة كيف صار تركيب الجملة ايش امفيلن ايش امفيلن ان تدع الكنينشن الارانب تركض بحرية غير لوفن تسولسن بدل ما انا اقول ايش امفيلن ايش امفيلن داس زي دي كانينشن غير لوفن لسن غير لوفن لسن هون امنا يعني كنا نقول مثلا في داس زي امنا الداس والزي وحطينا تسوب الاخر قبل الفعل فتسولسن صار صارت الجملة بدون سوبيكت اوكي بالنبنزت في بس تسوب اوكي هيدا هي الفكر كيف يعني ناخد مثال تاني بس مع فعل تاني يلي هو انفان بالانفانجن اش موشت انفانجن يعني انا بدي ابدأ وريد ان ابدأ ريجل ماسيش سوبيكت يعني بدل ما اقول اش موشت انفانجن داس اش ريجل ماسيش سوبيكت تتريب في يقول ايميل داس اش وحط بدل الفعل سو يعني ريجل ماسيش سوبيكت ريجل ماسيش سوبيكت سوبيكت يعني بممارسة الرياضة بانتزام كمان نفس الشي بتصير مع مثلا فعل في استعمل هايدي الصيغة انه وابتعد مثلا عن صيغة الداس في استعمل الانفينيتيف وابتعد عن الداس مش معناته انه الداس غلط بس انت فيك تشكل بطريقة الجمل بتبين انه نفو تبعك باينز نجا على النوع التاني اللي هو نومن بلس هابن يعني في اسماء بيجي مع في اسماء بتجي في اسماء بتجي مع هابن يعني مثلا اش لست هابن اش هاب اش هاب انكس اش هاب انترس يعني انا عندي رغبة عندي خوف عندي انترس اهتمام او تصايت مثلا اش هاب كين تصايت ما عندي وقت لايس لدي وقت لتحمل كل هذا ففي اقول اش هاب كين تصايت داس اش داس 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 يبان بس في ابتعد مثل ما قلنا عن داس زد ونستعمل الانفين تصو فكم بشكل الجمرة بيكون حلو و ب اي كم داس ألس تصو يبان هون موحد سو بيكت موحد يعني بالنب الهو بالنبن سو نفس السو بيكت نفس السو بيكت في كمان مثلا نستعمل اانكست اي هات انه يخشأ وعنده خوف كما مدام فلق فلق سو فليgen انه يطير يسافر او يطير بالطيارة فيك تقول اي هات انكست داس اي مدام فلق فليgt انه يطير بالطيارة بس هون استعملنا مثل ما قلنا تسوف ليجن تسوف ليجن بس اي اي ام السوبيكت هون عنا غلايش السوبيكت غلايش السوبيكت يعني نفس السوبيكت الفاعل او السوبيكت ففي ام الداس وال اير وبدل انه نحط تسو قبل الفاعل اوكي هايدي النوع التالي من الانفينيتيف نوم نوم درائي قنستروكسيون مت اس في تركي ببتجي مع اس اوكي يعني مثلا اس ist nicht leicht او اس ist leicht اس ist طال هذا رائع اس ist interessant اس ist anstrengent هذا متعب من المتعب من السهل رائع اوكي اس ist nicht leicht eine Entscheidung zu treffen يعني انك تتخذ ارار ليس من السهل اتخاذ ارار. فهون كمان بس تكون التراكيب الجمل بتبلش باس اوكي مع اس فانا كمان بفي استعمل الانفينيتيف طيب اذا بدي منكم بالكومنت تكتبوا لي جاءة جملة تكتبوها مع اسيست طل او اسيست انترسانت او اسيست انشترنجن اوكي يعني واحدة من هاو ثلاثة بتكتبو بالتعليقات لنشوف انتو اذا فهمتوا الدرس اذا في اي سؤال اكيد كمان بتكتبو بالتعليقات وما تنسونا من اعلم أحب heard learn video and like one subscribe shares of you and let's see Hope next time ifter遵